زيار الدفاع الأمريكي قال لا خطوط حمراء بالضبط على إسرائيل في خلال هذه الحرب قال لا خطوط حمراء ولكن هل هذه الأمر يعني أنه السقط الزمني مفتوح لأن يشن كل هذه الحرب المصعورة على شعبنا الفلسطيني طب اليوم الاحتلال اللي بيتحدث أنه يريد أن يقضي على حماس هو يقضي على حماس بدلك ولا يقضي على الشعب الفلسطيني هو يقضي على الشعب الفلسطيني طب العالم اللي اليوم بيتدغنى بأنه عالم مع حقوق الإنسان تحدث في القرن الواحد والعشرين يرى هذه المظاهر ويصمت أمام كل هذه المظاهر دون أن يحرك ساكن أعتقد أن الأمور لا ستكون صعبة كلما طال أمد الحرب ونحن لا نريد أن يطال أمد الحرب فالأمور ستكون صعبة يمكن اليوم ونحن أيضا نتابع الحديث عن تسريب من رئيس الشباك بأنه هناك خطة لإغتيال الخط السياسي لحماس ولا مكان آمن هذا تهديد للدوحة على سبيل المثال هي تربط أصلا علاقة مميزة بالأمريكان وبالإسرائيل والتي يقيم لديها الجنح السياسي لحركة خمس هل هذا يعني أنه ممكن يغتاله في هذا المكان الجنح السياسي أم هي رسائل أيضا موجهة بالتهديد للجنح السياسي يمكن اليوم الاحتلال يعتقد أنه خلال هجمت المصورة على خانين نصف أولا يجب أن نؤكد أنه ما يحدث في مستشفى كمال عدوان هو صرار من الاحتلال لإخلاء منطقة جباليا من سكانها بشكل كامل والضغط على حسب ما لدينا من قرأنا التقرير وأكيد أنتو تعرضتم لذلك أرسلت رسائل اللي مستشفى كمال عدوان بضرورة الإخلاء إلى أين مش مشكلة لأين لهم أن تخلوا هذا المستشفى وإلا سنقوم بقصف لذلك رأينا قصف عبوابت وارتقى عدد المشاهدة اليوم في نفس الصياق يتم الحديث في أكثر مكان والقصف في أكثر مكان كما نقلتم في خان يونس اليوم هذا القصف اللي قبل ذقاء كان في قلب في مركز خان يونس بالإحتلال يرى أنه يسارع الزمن في إنجاز مهمته في ذلك وهو الآن ينفذ فكرة التفاوض تحت أطلاق النار وليس التفاوض خارج أطلاق النار اليوم بعد تقرير حدث أنه وصل الوفد أمني إسرائيلي أمس طبعا إلى اليوم دخلنا في اليوم 59 للحرب وصل إلى الدوحة لإكمال عملية المفاوضات ولكن المفاوضات تحت النار وهذا يريد كل طرف أن يضغط قدر المستطاع ليحسن ظروف التفاوض شعب الفلسطيني بالتأكيد تعب بعد شهرين من هذه المعنى وانتم نقلتم جزء كبير جدا لمن يزاحوا الآن ولا يجد لهم مكان المدارس مقتضة الشوارع مقتضة المستشفيات مقتضة لكن فيما يتعلق بمستشفى كمال عدوان دكتور الرقم نحن رأينا حجم الكارثة والمعاناة التي حصلت في مستشفى الشفاء الآن مستشفى كمال عدوان هو أحد المستشفيات الحكومية العامة وهي أيضا من أكبر المستشفيات في شمال القطاع ما الذي ينتظر هذا المستشفى في ظل هذا التهديد وهذا القصف من قبل جيش الاحتلال يعني المستشفى الشفاء يعاد السيناريو مرة أخرى في كمال عدوان لأن الاحتلال اليوم هو مصر على إخلاء هذا المستشفى الآن يقصف جوان ولكن لو تدخل دخل برا سيحاصر هذا المستشفى ويقتل من يقتل به ويزيح ما يزيح لأن العالم للأسف الشديد يا صديقي لم يتحرك ولم يحدث مواقف ضرورة أن يوقف هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني رأوا مبرراتهم لاقتحام مستشفى الشفاء رأوا مبرراتهم لاقتحام مستشفى النصر وصمتوا يعني الحراك الدولي محدود يعني عندما يصدر قرار 27-12 من مجلس الأمن بعد أكثر من 40 يوم من الحرب ولا ينفذ يعني القرار لا ينفذ يعني الهدنة التي تم تنفيذ هدنة بناء اتفاق جديد بين المقاومة بالوسطة المصري والقطري والاحتلال الإسرائيلي لصفقات تبادل الأسرة حتى اليوم حتى الجزء من الإسرائيلي يقولوا أنه من العار أنك تكمل الحرب دون أطلق صراح على سبيل المثال أسراك أطلق صراح أسراك يعني أكمل صفقة تبادل الأسرة ثم أكمل حربك على قطاع غزلة أنه يدرك أن هذه الحرب قد يدفع بثمنها أنه يقتل أسراك في غزة وفي المواجهات التي استمرت أعلنت المقاومة أنه قتل أما يقارب عن 60 من أسرة الاحتلال داخل هذه القصفة الذي لا يميز بين مكان أو آخر والاحتلال يتوقع أنه عندما يستعين ببريطانيا قد يصل إلى معلومات يمكن عندما برر أو ماطل في صفقة تبادل الأسرة في الأولى فكان أعتقد أنه قد يصل إلى طرف خيط في مستشفى الشفاء ولكن وصل نتيجة ذلك إلى أن رأى إحدى ضحيات مقدولة تبعد في عمارتين عن مستشفى الشفاء قد يعود مرة أخرى بنفس السيناريو الضغط عدة أيام للوصول إلى عودة اتفاق تبادل جديد بأصل جديدة كما تريد المقاومة والاحتلال يريد بنفس الشروط أن المجندات يتم إخراجهم بنفس الشروط الاتفاق السابق نساء وكأنه نساء وهذا الأمر بالتأكيد المقاومة ستترفض لكن أنا أعتقد عملية التحريد في الإعلام العبري ضد الشعب الفلسطيني أيضا هو يدرك أنه القضاء على الحماس الأمر لن يأخذ شهر ولا شهرين ولا ثلاثة وارضة قد يستمر سنة وكما قال مكرون قد يستمر سنوات تل الأمر لن يكون سهل الاحتلال حتى ضرحة لم يقدم لشعب نفسه ماذا يريد أن يفعل بغزة ومتى ستنتهى هذه الحرب في غزة خاصة أنه يوميا هناك خسائر كبيرة جدا في القطاع الاقتصادي جزء كبير جدا من سكان دولة الاحتلال لم يعودوا هانئين في منازلهم إن كانت في المناوشات البسيطة في الشمال أو ما يحدث من الجنوب وبالتالي كل هذا الأمر بالنسبة لهم مقلق حتى للحظة الحراك محدود في موضوع مظاهرات طبعا لدوي الأسرة يريدوا إطلاق صراح الأسرة من في تل أبيب اللي كان أكبرها بالأمس وهذا بالتأكيد سيزيد هناك طبعا برؤية عامة طبعا لا توجد شيء واضح وحتى في موضوع التضليل في ما يحدث في غزة يعني البعض يقولون بعد 59 يوم أو 85 يوم الحديث عن 75 قتيل أكثر من 2000 نصابة عدد معقول في هذه الحرب المصفر ولكن لدى الآخر إلا عدد غير معقول أنت لا بتواجه جيش نظامي نائبة الرئيس الأمريكي كمال هارس في مؤتمر صحفي على هامش مشاركتها في مؤتمر كوب 28 المناخي في دبي قالت بالحرف الواحد وهنا أنا أقتبس منها إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها لكن يجب احترام القانون الدولي والإنساني ووقف استهداف الفلسطينيين الأبريع هل هذا الأسلوب يجدي نافعا مع إسرائيل يعني لماذا لا يتطور الخطاب الأمريكي إلى التنديد بدلا من مجرد تقديم ما يشبه النصيحة لأنه من الواضح أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الدولي والإنساني ولا تريد أن تلتزم به وأخي نبي نحن ندرك أن الوجهة الوحيدة التي تستطيع أن تلزم الاحتلال لوقف هذه الحرب على شعب النصير والولايات المتحدة الأمريكية لا الصين ولا الاتحاد الأوروبي ولا روسيا الولايات المتحدة الأمريكية التي تستطيع أن تكبح جماعة هذا الاحتلال وتلجمه في استمرار ذلك لذلك الأمريكان يتحدثون بخجل مع الاحتلال وكانه حتى أحيانا نشارك في لقاءات أجد أن الضيف الأمريكي متطرف أكثر من الضيف الإسرائيلي في اللقاء وكأنه بالفعل هو الذي يرى أنه هو صاحب الرؤية كلها يمكن فيه لقاءة اليوم حتى مع مسؤول سابق في البنتاجون كان مع الأخ عمر عبد الحميد هنا على أعتقد الحادي عشر إلى الأربع كان يتحدث بشكل وقح أنه حتى في موضوع حق الاحتلال في الدفاع عن نفسه ولكن لا يرى أنه من حق الشعب الفلسطيني يدفع عن نفسه عندما يقتل هؤلاء الأطفال وهؤلاء النساء أمام مرأة ومسمعا هم لا يريدوا أن يشيلوا هذه النظارة التي تمنعهم من رؤية الحقيقة وكان غشاوة كاملة على عيونهم لا يريدوا أن يروا حجم الشهداء من الشعب الفلسطيني أطفال ونساء تقتل لا يريدوا أن يروا هذه المشاهد ويتحدثون بأن على الاحتلال أن يحترم حقوق الإنسان أو أن يحترم تجنيب المدنيين طب من يمنح الاحتلال هذا السوري؟ إذا كانت الإدارة الأمريكية خلال الـ 49 يوم أرسلت للاحتلال أكثر من 15 ألف قنبلة وكل قنبلة تتجاوز قوتة من ألف إلى 3000 كيلو كل هذا الأمر طبعا لا تجعله الولايات المتحدة الأمريكية ترى طبيعة ما تمول به قتل الأبرياء في قطاع غزة وأمام مرأة ومشهد من العالم وبالتالي هم يتحدثون حتى بخجل يمكن بعض التقرير تتحدث أن البيت الأبيض يريد أن يحدث بعض التوازن في العلاقة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطيني لذلك يمنح الاحتلال الإسرائيلي طبعا جسر جوي من الدخيرة والسوريخ ويمنح غزة زيزة يتزوي من المساعدات الإنسانية يتناقض تام بشكل كبير اسمح لي أن ينوه أيضا إلى مجموعة أنبع عاجلة ترد عن مراسلنا خصوصا في وسط قطاع غزة يبدو بأن هناك قصف عنيف يطال منطقة دير البلح في منطقة توجد ما بين خان يونس ودير البلح يبدو بأنها منطقة التواغل البري التي حاولت بها القوات الإسرائيلية التواغل فيها والقصف بحسب مراسلنا يسمع بشكل قوي وعنيف من داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح هل هناك أمل بالتهدئة مجددا بالعودة إلى المفاوضات كنت تتحدث عن مفاوضات لكن بالنظر إلى هذا التصعيد العنيف بعد نهيار الهدن هل هناك أمل؟ بالتأكيد لا نستطيع أن نقول أنه لا يوجد أمل في التواصل بما تقوم به إسرائيل الآن هي تريد أن تتفاوض تحت النار هي تريد أن تتفاوض تحت الضغط تضع شروطها وتضع شروطها بعدين بالتجارب السابقة من الاحتلال أخ نبيل هو كان يقصف ويتفاوض هو يدخل يقتحم دباباته مخيم الشاطئ ومدينة غزة ويدمر المجلس التشريعي ثم يتفاوض تصل طائراته إلى شرع عمر المختار يتفاوض وبالتالي لا توجد لديه مشكلة فهو الآن يريد أن يغير بصراحة أدوات اللعبة أن يكون هناك مفاوضات تحت النار بشكل كبير جدا لهذا المفاوضات لا تعني أنه سيوقف عملية فكرته في التوغل في خنيونس ويريد أن يتغول في خنيونس أن يحدث هذا الجدار الناري كما نرى والآن ويصل إلى فصل دير البلعة في نصف دقيقة لو سمحت دكتور مهما صعد الاحتلال من غاراته مثل ما نرى الآن ألا تعتقد بأن حماس لديها الورقة الأقوى في المفاوضات إذا ما عادت وهي ورقة المحتجزين التي لديها بالتأكيد لديها هذه ورقة مهمة جدا وورقة تستطيع أن تناور بها بشكل آخر وتستطيع أن تدفع باتجاه أن يكون هناك طبعا تهدئة مقابل صفقات تبادل أسرى ونحن ندرك أنه قد تطرح عروض في هذا المراكل لا نستطيع أن نقول أنها بالفعل قد تكون يعني مجدية خلال الأيام القاتلة شكرا جزيلا لك دكتور أيمن الرقم أستاذ العلوم السياسية